من جانب آخر التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد أنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس معالي تشارلز فلانغين وزير الخارجية والتجارة الأرلندي وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وزار سموه يرافقه وزير الخارجية والتجارة الأرلندي ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي مقر كلية ترينتي دبلن التي تأسست في عام 1592 وتعد أقدم جامعات أرلندا